سيد محمد سؤال حول دور الأمم المتحدة طالما الأمم المتحدة هي الطرف الراعي لهذه المحطات المتعددة طالما هي من ستتعاطى مع مخرجات هذه المحطات العديدة هل يظل التفاؤل قائماً أم ماذا؟ أولاً ليبيا بكل مشاكلها القايم هي جزء من الوطن العربي وشمال أفريقيا ومنافس القول أن سياسة الأمم المتحدة هي منفدة لإرادة الدول الكبرى دائمة العضوية وفي مقابلتها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وليبيا ليست بقاعدة شادة عن ذلك وللأسف شديد بعت الأمم المتحدة لدعم في ليبيا التي يستوجب فيها تقديم الدعم الفني والتنمي والسياسي وحتى الاجتماعي والأمني لرسال دعم للتقرار في ليبيا وليبيا التي حدثت فيها دمار بقارات من مجلس الأمن أشارت الدول العظمى فيما بعد في سنتين 2015 و16 أنها قارات مجحفة هذه البعتة للدعم هي تتلقى دعما من مركز الحوار الإنساني السويسري مركز أهلي غير دولي أو إقليمي أو أممي وتستنجد بآخرين ليس لهم شأن إلا مع الأخوات المسلمين مستشارين لغسان سلام الذي استقال في الثاني من مارس ولكن بعتته لازالت موجودة بنائبته من المغرب وتونس سنتال الجلاغي وابو جعفر وأمية وأيضا الأمم المتحدة لم تجعل أليات نافذة حتى للاتفاقات التي تبنتها من الصخيرات إلى ما يتم تدوله الآن مشكلة ليبيا الآن ليست في اتفاقات هناك عشرات اتفاقات أبرمت بين كل الأطراف لم يتم تنفيذها وممرعاتها حتى اتفاقات الهدنة كان يتوجب على المتحدة بإفاة قوة تالتة ضابطة راعية لترى من يخرق لردعه وزجره وأيضا لضبط المدة الزمنية وأن قرارات تصدرها مجلس الأمن بحضر توريد الأسلحة لم يستطيع متابعتها أو لم يرد ذلك كما أن قرارا ملزما بعد برلين واحد الصادر بتاريخ 21 فبراير برقم 2510 الذي يعتمد بمخترجات برلين ويلزم كافة أطراف بضرورة وقف اطلاق النار بينما نسمع الآن الأمم التحدة تسعى لإيجاد صيغة توفقية لوقف تام لإطلاق النار بينما هناك قرار يلزم الجميع بذلك أيضا من الحقيقة الإخفاقات التي تقوم بها الأمم التحدة وابعتتها في ليبيا هي كفية اختيار ما تسميه بالمستقلين لو أخذنا قائمة المشاركين التي كانت مقترحة في الجولات السابقة في خمسة زائد خمسة التي كانت في فبراير والآن اجتماع التونس نيابة عن جينيف مكانيا 13 مجلس النوار 13 شرعي الدولة والمستقلون التي قد يكملون العدد إلى 80 جلهم من الأخوان المسلمين الأخوان المسلمين حتى كمواطنين ليبيين من حقهم مشاركة في أي حوار ولكن وفقا لحجمهم الطبيعي في الديموغرافيا الليبية وهم يشكلون نظرا قليلا في ذلك لا يتناسب مع هذا الحجم الذي تعطيهم لهم البعتة الأممية بدون الرجوع فعلا إلى مكونات الشعب الليبي وكيف تكون وهنا يليت على الأمم المتحدة إما تطبق ما قالت به على نفسها باتجاه الشعب الليبي أو أن يكون الشعب الليبي في حل من كل تلك القيود والأسر التي تم وضع عليه بقرارات وأيضا بكل النجاحات الحقيقة التي كانت هنا في مصر العربية في الغردقة أو في القاهرة نجاحات نسبية مقارنة بالمسارات الأخرى لا نتوقع كثيرا في تونس لأن السياسة الخارجية للدول الكبرى وكذلك بعد المتحدة لا تزال واحدة في محابات الكثيرين أود أن أسألك عن ما شهدته القاهرة من هذه الاجتماعات واللقاءات والمباحثات التي تمت على وقع تبايينات ليست خافية على المتابع والمراقب بين الأطراف ويظل سؤال الوصول لمخرجات حقيقية قائما بتصورك إلى مدى بالإمكان البناء على ما تم بحثه على المسار الدستوري بالقاهرة خلال الأيام الماضية سيد محمد الحقيقة ذلك يتوقف على مدى استجابة من سيديرون الحوار في تونس إلى هذه الآليات التقنية التي تم تدولها كافة المشارب الثلاثة التي يسيرون إليها من دستور 51 إلى 2017 أو حتى تعديل إعلان الدستوري الصادر في أغسس 2011 تبقى نقاشها في القاهرة حول تطوير الآليات التفاهم وتقليل نقاط الاختلاف نحن نعلم جيدا أنه على هامش هذه الاجتماعات خارج جدو الأعمال والخطة الزمنية لهذا اللقاء حدثت مساجلات ومدولات وخلفات وحتى شجارات وهذا شيء الطبيعي ويمكن ذلك أن ينتص الكثير من الخلفات في تونس لو كان التنظيم فعلا بأشخاص يحضرون إلى ذلك بمسؤولية وطنية تامة ولكن للأسف الشديد أن الخلل الذي لا يجعل هناك نتائج مهمة من هذه اللقاءات أن الذين سيلتقون في النهاية من لجنتين الحوار مفروض فيهم ما يسمى المجلس الشارع أعلى للدولة الذي أنتج تفصيلا وتصميما على أخوان المسلمين الذين يرغبوا بتسليم السلطة التشريعية إلى المجلس النواب بعد انتخابه فحدث لقاءات صخيرات وفصلة لهم هذا المجلس و134 منهم من المجموع العام هم من أعضاء المؤتمر الوطني العام ترجمة نانسي قنقر